مصطفى محمد يقولك هل الجيل الحالي يمتلك نفس الروح اللي انتو كنتو بتمتلكوها كجيل وما حل لزيادة الروح اعطاك يعني هو انا مش عايز اظلم الجيل اللي موجود اسلام انما فيه اختلاف كبير طبعا جدا انت كنت واحد من الناس اللي كنا مع بعض في نفس الوقت انت حتى في فترة ارانية كنت في الاسماعيلي وبعد كده جيت الاهلي وكلنا مرينا بتجارب كبيرة جدا اسلام على ما اسمنا بقى اللي هو الناس حبيته وهو ان اسلام بقى اسلام والبقى واقل ابو تريكا بقى ابو تريكا وبركات بقى بركات ومحمد شوقي واحمد حسن الجيل ده كله خد تجارب كبيرة جدا اسلام على ما وصل واكتسب ثقة الناس فانا الجيل اللي موجود مشكلته ان الناس بتقارنه باللي كان موجود قبل كده فده عمل ضغط كبير جدا عليهم فيهم ناس عندها امكانيات كويسة جدا وبتحاول انما هي النقطة المفتقدة عندهم هي نقطة الاسرار والاستمرارية ان انا العب 40 مطش من 50 مطش في الموسم بنفس المستوى وده النقطة اللي هم مش قادرين يوصلوا لها اسلام وده نقطة مفتقدة في شكل كبير جدا فده انا اشوف ان الجيل اللي موجود فيه خامات كويسة وخامات جيدة جدا مع الاحتكاك ومع القبرة واكتسبهم للنقطة دي هيوصلوا للمرحلة اللي احنا وصلنا لها اسلام احنا غلطنا كتير جدا واتعبنا كتير وتعلمنا كتير جدا عشان نوصل زي ما بقولك لنقطة الثقة اللي عند الناس فانا اتمنى لهم طبعا ان يوصلوا للمرحلة دي لان في النهاية هيرفعوا اسم النادي واسم المتخب بشكل كبير مسمدت الجمهور ربا في الوقت ده تحديدا نتمنى ان الجمهور يرجع لان الجمهور من العوامل اللي بتسكل شخصية اللاعب وبتساعد بشكل كبير جدا اللاعب انه يتحمل الضغوط ويتعامل مع كل المواقف في المباريات يتعامل مع المواقف في حياته الشخصية حتى فانه يقدر يتحكم في انفعالات ويتحكم في عواطفه كل دي امور تساعد ان الجمهور موجود بشكل كبير جدا تساعد فيها تمام ايمن عمر على تويتر بيقولك مساء الفلة يا كابتن واقل وبحبك جدا يا سخرة وكل سنة وانت طيب من وجهة نظر وكل سنة وكل حضراتكو طيبين كتب كده ومن وجهة نظرك مين اللي شايفه الصخرة الجديد انا بقولك يعني التاليخ نحنا واسمانا هل في حد في اسم معين في دماغك والله فيه عناصر كتير كويسة جدا يا سلام يعني انا بصراحة واحد من الناس اللي كنت اشوفهم عنده الامكانيات وعنده الروح وعنده الشخصية رامي ربيع رامي ربيع واحد من العناصر نمى الاصابة ابعدته بشكل كبير فترة طويلة ويعني قادروا كده النمى رامي عنده الكواليتي عنده الجودة وعنده الامكانيات وعنده السرعة عنده الطول عنده الكورة عنده الروح كمان ودي من الحاجات المميزة عنده يقدر ان يكون موجود ويتحمل قيادة الدفاع في المنتخب يبعد عنه الاصابات يا ربي يعني انا تمنى له الشفاء الرامي بقولك من الناس الرجالة الكويسة اللي عندها الامكانيات دي فيه خمات كتير موجودة ان شاء الله يعني في الكورة المصرية طيب حد بيقولك بسي الخير يا كابتون